اشتركوا في القناة الجديد عرف تعينات جديدة مثل المغربية الاصلة راشيدة ذاتي التي عينت وزيرة الاتقافة وستيفان سيجورني الذي عين وزير للخارجية وهو الشخص الذي يوصف بانه رجل المهام القذير للرئيس الفرنسي امانويل مكخون ضد المغرب سيجورني هو رئيس مجموعة رينيو الذي كان مهندس قرار البرلمان الاوروبية بادانة المغرب بخصوص قضايا تتعلق بحرية الصحفة وستيجورني اسم مقرب كثيرا من ماكروه وهو جزء من الاغلبية الداعمة لهذا الاخير وكان المحرك الرئيس للحملة التي استهدفت الرباط داخل البرلمان الاوروبية بخصوص مزاعم التجسس عبر برنامج بيغاسوس الاسرائيلية التي سبق للرباط النفتها رسميا وكان من بين اسباب الفراغ الدبلوماسي الطويلة في سفارة المغرب باريزة كعنوان على ازمة غير مسبوقة بين البلدين نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة